وفي الشأن السياسي بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع الزنداني مع سفير دولة الكويت لدى اليمن فلاح الحجرف العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة والتنسيق المواقفي إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأشاد الوزير الزنداني بمستوى العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين مهتمنا مواقف دولة الكويت الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني معبرا عن امتنان اليمنيين لجهود المنظمات والمؤسسات الخيرية الكويتية ورجال الأعمال وتدخلاتهم التنموية والإنسانية في اليمن والتي ساهمت بتخفيف المعاناة الإنسانية ومواجهة التحديات للأزمة الاقتصادية والخدمية ومن جانب أكد السفير الحجرف العمل المشترك بتعزيز والتطوير مستوى العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين ودعم دولة الكويت لأمن واستقرار وجهود إحلال السلام في اليمن ترجمة نانسي قنقر